أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بلوحدة 11 التلوث الضوضاء نواصل شرح محتويات هذه الوحدة وفي هذا المقطع نتناول تعريفات تخص الضوضاء والصوت تعريف الضوضاء بأنها أي صوت مرتفع يؤدي إلى إزعاج أو إقلاق السمع إزعاج وإقلاق السمع تقاس الأصوات بوحدة الديسي بيل يثبت للعالم جراهام بيل مخترع الهاتف الهمس وقياسه يكون حوالي 30 ديسي بيل والكلام العادي من 30 إلى 50 ديسي بيل الصياح يصل إلى 90 ديسي بيل المكينة الكبيرة تصل إلى 100 ديسي بيل الصوت المنطلغ من الطيار النفاس يصل إلى 150 ديسي بيل إذا نرى الإزعاج بالشكل واضح لأنه هنا شدة الصوت من 10 إلى 70 ديسي بيل لا تصيب الإنسان بضرر والضوضاء من 8 إلى 90 ديسي بيل وما زاد عن هذا يصل حد الخطورة في الجهاز العصبي إذن نرى من القياسات في النقطة الثالثة هنا في هذه النقطة أيهما ممكن يصيب الجهاز العصبي بأضر عندما يزيد من 90 ديسي بيل وهنا نرى بشكل واضح في حالة المكينة الكبيرة وفي حالة الطيارة النفاسة تزيد عن 90 ديسي بيل وبهذا نصل لنهاية هذه التعريفات في هذا المقطة المكتب